بسم الله الرحمن الرحيم طلبنا الاعذاء اهلا وسهلا بحضراتكم في محاضرة جديدة في مقرر بيزنس لو مقرر قانون الاعمال اليوم ان شاء الله تكون محاضرتنا مع حضراتكم هي المحاضرة الخامسة وهنتناول فيها موضوع مهم جدا ولو صلة وصيقة بقانون الاعمال وهو هنتعرف على اهم ملامح قانون الكونسيومر لو او قانون حماية المستهلك محاضرتنا النهاردة هتكون للحديث عن الكونسيومر لو او قانون حماية المستهلك وزي ما تعودنا مع حضراتكم في محاضراتنا السابقة ان كل محاضرة بنقسمها لعدد من المحاور او عدد من النقاط الاساسية النهاردة النهاردة ان شاء الله في محاضرتنا هنقسمها لعدة محاور او عدة نقاط اول حاجة هنعرف مقدمة عامة هنبين فيها المقصود بالكونسيومر لو او بيان المقصود بقانون حماية المستهلك كمان هنعرف في المحور التاني بروتكتنج زا بريتشيزر اللي هي حماية المشتري وهنتكلم في المحور التالت عن بروتكتنج زا ديبتور حماية المدين وفي المحور الرابع هنتكلم عن الانفورسمنت او التنفيذ او قليات تنفيذ قانون حماية المستهلك واخيرا في المحور الخامس ان شاء الله هنتناول او اهم ما يمكن او خلاصة الموضوع او الافقار الختمية في الموضوع نبدأ المحور الاول حديثنا عن الانتروداكشن الحقيقة بنقول ان الكونسيومر لو ده بمعنى ان قانون حماية المستهلك ده هو مجال القانون اللي بيتعامل مع المعاملات الاستهلاكية اساسا بما في ذلك قدرة الفرض على ان هو يحصل على الاعتمان او يحصل على السلع او يحصل على الممتلكات العقارية او الخدمات بغرض او باهداف او باغراض شخصية او عائلية او منزلية او بيزنس تو بيزنس او ترانسيكشن او عادة ما بتغضع المعاملات التجارية دي بين الشركات بتغضع لي الكونتراكت لاو وهو قانون العقود بتغضع عليه قانون العقود ولا تعتبر جزءا من consumer law ولا تعتبر جزءا من قانون حماية المستهلك قوانين حماية المستهلك consumer protection laws are laws designed to protect consumer against unfair trade and decredited brackets يعني قوانين حماية المستهلك دي بتكون هي اساسا عبارة عن قوانين بتصمم او بيتم اصدارها بهدف حماية المستهلكين من الممارسات التجارية والاقتمانية غير العادلة اللي بتتعلق بconsumer goods بالسلع الاستهلاكية وكذلك لأزويل to protect consumer او بيتم اصدار قوانين حماية المستهلك بهدف حماية او توفير حماية للمستهلكين من السلع المعيبة والسلع القطرة بتركز قوانين حماية المستهلك على ضمان عدم استغلال الشركات للمستهلكين الافراد يبقى قوانين حماية المستهلك دي بتركز اساسا على ضمان عدم استغلال الشركات للمستهلكين الافراد يبقى ده تعريف قانون حماية بنتقل بعد ذلك الى protecting the purchaser اللي هي حماية المشتري الحقيقة ان الكنسيومر protection laws that protect purchasers of goods and services generally fall into four categories يعني بتنقصم قوانين حماية المستهلك اللي بتحمل مشتري السلع دي والخدمات بشكل عام بتنقصم الى اربع فئات اول حاجة عندنا اللي هي labeling and packaging اللي هي وضع العلامات والتغليف how goods are labeled and packaged influences with consumers will be zim الحقيقة بتؤثر كيفية تصنيف البضائع وتعبتها على ما اذا كان المستهلكون دول هيشتروها من عدمه as a result regulations require that labels must be trustful and allow consumers to understand what the predict is what is contains and any emotional hazards يعني نتيجة لذلك بتتطلب اللوائح والقوانين دي ان الملصقات اللي بتعلق بخصوص البطائع تكون هذه الملصقات ملصقات صادقة وتسمح للمستهلكين ان هم يعرفوا ويفهموا ما هي هذا المنتج وما يحتوي هذا المنتج وكذلك اي مخاطر تحيط به لابلينج and packaging regulations fall into four categories الحقيقة ان لوائح وضع العلامات والتغليف دي بتنقسم الى اربع فئات كما هو موضحين امام حضراتكم في الجدول المذكور اللي هو product compressions او مقارنة السلع وعندنا preventing injury اللي هي منع الاصابة والpreventing access اللي هي منع الوصول والinformation of boshinial hazard اللي هو الابلاغ عن المخاطر المحتملة دي اللوائح ودي الامثلة الخاصة بوضع العلامات والتغليف بتنقسم الى اربع فئات يبقى اول حاجة عندنا اللي هي من فئات حماية المشتري السلع والخدمات وضع العلامات والتغليف تاني حاجة عندنا sales او المبيعات الحقيقة ان general principle in sales regulations is that advertising must be honest يعني المبدأ العام في انظمة البيع ده هو ان الاعلان عن السلع دي يجب ان هو يكون اعلان صادق الكنسيومرز should be able to make informed discussions positive on what protectors and the services really are and not positive on false claims or empty promises بمعنى انه يجب ان يكون المستهلكين دول لديهم القدرة على انهم يتخذوا القرارات المستنيرة بناء على ما هي المنتجات والخدمات الحقيقية وليس بناء على ادعاءات كاذبة او وعود فارغة والحقيقة ان هذه اللوائح بتنطبق على جميع مواد البيع بغض النظر عن الوسيلة اللي بتستخدم سواء كانت وسيلة مطبوعة او وسيلة الالكترونية او عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي او عن طريق الراديو الحقيقة ان من احد الانظمة المهمة اللي بتتعلق بالمبيعات من الباب الى الباب والكنسيومر who buy goods or service from door to door sales people have three days to cancel purchases without benality بمعنى ان المستهلكين اللي بيشتروا السلع او الخدمات من مندوب المبيعات من الباب دول بيكون عندهم ثلاث ايام او لديهم ثلاث ايام في خلال الثلاث ايام دول بيستطوع ان هم يقوموا بالغاء المشتريات دون اي عقوبة توقع عليهم بمعنى بمعنى ان بتسمى هذه الفترة بفترة التهدئة او وبتهدف هذه الفترة اساسا الى حماية المستهلكين من اساليب البيع ذات الضغط العالي والاستثناء لفترة التهدئة دي هو عندما يتم تقديم الخدمات على الفور ومن ذلك على سبيل المثال الشخص اللي بيقوم بتهويت العشب او ازلتو هناك نوع مهم جدا ايضا اخر من التنظيم اللي هو تسليم البضاعة المطلوبة دي عن طريق الانترنت عبر الانترنت من خلال الكاتولوجات او عن طريق الباع من الباب الى الباب الجودس مست بي تشيب دي ويز ان زا بروميز د تايم بريد او نوتس مست بي جيب تو زا كونسيومر يعني يجب ان بيتم يجب ان يتم شحن البضائع خلال الفترة الزمنية الموعودة دي او يجب ان يتم رسال اشعار للمستهلك في حالة لم يتم شحن البضائع دي ولم يتم تقديم الاشعار المناسب بخصوص ذلك للمستهلك بحق للمستهلك في الحالة دي ان هو يلغي الطلب ويسترد كمان كامل المبلغ الخاص به وبالمثل ايضا في حالة لمو اذا تلقى المستهلك سلعا لم يطلبها عبر البريد فيمكن للمستهلك في الحالة دي ان هو يعتبرها هدية له ولا يتعين عليه ان هو يقوم بدفع سمنها ركز في النقاط دي لان النقاط دي ممكن تكون موضوع تساؤل في الاختبارات في حضرتك وانت بتراجع المحاضرة المسجلة دي ياريت انك انت تكون فاهم لكل النقاط المكتوبة كمان عندنا السيلارز are allowed to promote their goods and services and to make them applying to consumers بيسمح او البائعين بيسمحوا بالترويج لسلاعهم وخدمتهم وان هما يجعلوها اكثر او ذات جاذبية للمستهلكين عندنا البيوفري ده is a broad promotional statement يعني هو عبارة عن بيان ترويجي واسع النطاق بتقدمه شركة ما حول سلع او خدمات ولا يقصد ان هو يؤخذ بالمعنى الحرفي بمعنى اخر ان الموضوع ده هو او الامر ده هو رأي مبالغ فيه زي الافضل او الاكسر شعبية او لا احد يستطيع التغلب عليه يعني في حالة انك انت بتنفق في المنتج المنتج اللي بتعرضه ده بيكون رأي مبالغ ومثلا بتستخدم كلمات زي مثلا الافضل او الاكسر شعبية او لا احد ان يستطيع التغلب عليه وطالما ظل التهويل للمنتج ده رأيا ولا يحتوي على بيانات وقعية مغلوطة أو كاذبة فإن التهويل في الحالة دي التهويل للمنتج بيعد أمرا مشروعا ومع ذلك إذا كان التهويل أو النفخ في المنتج ده بيحتوي على بيانات كاذبة فإن البيانات دي بتعتبر بمثابة إعلان خادع وغير قانوني ثالث حاجة عندنا اللي هي الإعلانات المضللة أو الإعلانات الخادعة الديسبتيف أدفرتز أدفرتز طاينج اللي هي الإعلانات الكاذبة أو المضللة أو الإعلانات الخادعة يعني الإعلانات الخادعة دي عبارة عن تحريف أو هي بمثابة تحريف جوهري أو إغفال كان من المحتمل أنه يؤدي إلى تضليل عميل محتمل ومن شأنه كمان أنه يضلل عميلا معقولا بعبارة أخرى بعبارة in other words الإعلان الخادع ده هو عبارة عن كاذبة أو عبارة is a lie اللي هو كاذب من ذلك على سبيل المثال for example لو أعلنت إحدى شركات تصنيع السيارات عن سيارة على أنها الأفضل في فأتها أو أن هي السيارة الأكثر شعبية فبتعتبر مثل هذه التصريحات بمثابة تضخيم قانوني أو تعد تضخيما قانونيا للمنتج ده أما إذا أعلنت الشركة المصنعة أن الشركة أو أن السيارة بتستطيع أن هي تقطع 30 ميلا للكيلو الواحد في حين أنها تقطع 30 ميلا للكيلو واحد فقط فإن هذا البيان بيعد إعلانا خادعا للمستهلك يبقى الإعلانات الخادعة ديت بتعتبر تحريف أو إغفال من المحتمل أنه يؤدي إلى تضليل العميل وضربنا أمثلة على ذلك Another form of deceptive advertising is called paid الحقيقة أنه فيه شكل آخر من أشكال الإعلانات الخادعة أو المضللة ديت اللي هو بيسمى إعلان الطعم أو إعلان التبديل وده بيكون عبارة عن ممارسة مبيعات معينة بيعلن فيها الباقي عن منتج منقفض السعر بهدف أن هو يجذب المستهلكين دول إلى مطجره ولي حسهم على شراء المنتج ده أو لحسهم على شراء منتج أعلى سعر يعني النهاردة بيعلن عن منتج ما بسعر إليل بهدف أن المستهلك أو المشتري ده يتوجه إلى شركته أو إلى محله ويشتري منتج آخر بسعر أعلى وفي كثير من الأحيان في الحالة ديت ما بيكونش المنتج المعلن عنه ده هو المنتج اللي هيتم بيعه أو المتاح بالفعل كما هو معلن عنه أو بيرفض الباقي عنه هو يبيعه بالشروط المعلن عنها بالأسعار المنخفضة product is paid الحقيقة أن المنتج ده بيعد المنتج اللي بيأعلن عنه بالسعر المنخفض ده بيكون هو الطعم اللي بيجذب المستهلكين ولكن بعد ذلك بيقوم البائع بيقوم بتبديل بيقوم بتبديل بيقوم بعد كده البائع أنه هو بتبديل المنتج الأعلى سعرا باعتباره موضوع للمعاملة وبيمكن أنه هو تنطبق إعلانات الطعم دي والتبديل أيضا على مبعاد الخدمات بعد كده عندنا من وسائل أو صور أو فئات حماية المشتري الهزورديس ماتيريالز اللي هي المواد الخطرة الحق في إطار قانون حماية المستهلك بتعد أو بتعتبر المواد الخطرة دي هي بمثابة منتجات بتعتبر خطرة على الجمهور أو على جمهور المستهلكين وبتشمل المواد الخطرة دي عندنا بتشمل الأدوية اللي بيمكن أنه يتم استهلاكها بأمان بكميات صغيرة تحت بتشمل المواد الخطرة دي الأدوية اللي يمكن أنه يتم استهلاكها بأمان وبكميات صغيرة تحت اشراف مقدم الرعاية الطبية بالاضافة ايضا الى المواد الكيميائية السامة اللي بتكون محظورة في بعض الاستخدامات العامة زي الرصاص عندنا والاس بيتوس ايضا عندنا الهاثرزيز ماتيريالز ريجليشنز ار اكستنزف تي انشيور ذات بروتاكتس ريشنج كونسيومرز ار سيف فور ذات انتند يوز اند ازار ريزينو بيبل يعني لوائح المواد الخطرة واسعة النطاق دي بتكون بهدف لضمان ان المنتجات اللي بتصل الى المستهلكين دي تكون منتجات امنة للاستخدام بهدف الاستخدامات الاخرى المعقولة والمتوقعة وهذه اللوائح بتتحكم في عمليات ايضا اللي هو البروداكت ريكلز اللي هي سحب المنتج بتختلف اللوائح دي بتختلف اللوائح حسب مجال العمل ومن اجل ان يتم مساعدة المستهلكين على فهم اندرستاند زير رايتس انت ريبورت هارم فول بروتاكتس عشان نساعد المستهلكين دول على ان هم يفهموا حقوقهم دي وان هم يبلغوا عن كافة المنتجات الضر دي فلجنة سلامة المنتجات الاستهلكية اطلقت موقع الالكتروني لذلك بهدف الابلاغ عن هذا المنتجات المعيبة الادبتور الادبتور يصبح المستهلكين دول مدينين عندما يدانون باموال تجارية مقابل سعر شراء السلع والخدمات واذا قام المستهلكون اذا قام المستهلكون دولار بدفع السعر الشراء وقت هذه المعاملة او بعد ذلك بوقت قصير فبالتالي هتكون المعاملة دية معاملة مكتملة وتم اكتمالها الا انه مع ذلك الا انه مع ذلك اذا لم يدفع المستهلك مع ذلك اذا لم يدفع المستهلك على الفور تمن السلع والخدمات دي ولكنه استلمها بيصبح المستهلك في الحالة دي مدين بموجب او وفقا لقوانين under the consumer protection laws بموجب قوانين حماية المستهلك consumer protection laws that protect inhibitors generally fall into five categories الحالة ان قوانين حماية المستهلك اللي بتحمي المدينين عموما دي بيمكن ان هي تنقسم الى خمسة اقسام اول حاجة اللي هو obtaining credit او الحصول على الاهتمان تاني حاجة reporting credit information الابلاغ عن المعلومات الاهتمانية كمان عندنا الالكترونيك فاوند ترانسفيرز اللي هي التحولات المالية الالكترونية وبعد كده عندنا دين تايت سيفت اند اللي هي سرقة الهوية والديبيت كوليكشونز اللي هي تحصيل الديون يبقى عندنا قوانين حماية المستهلك بتقسم او اللي بتحمي المدينين بتنقسم هذه القوانين الى خمس فئات اللي هي الحصول على الاهتمان والابلاغ عن المعلومات الاهتمانية والتحولات المالية الالكترونية وسرقة الهوية وتحصيل الديون اول حاجة عندنا obtaining credit او الحصول على الاهتمان الحان بيتم تنظيم عملية الحصول على الاهتمان دي من خلال قانونين اتحاديين يعني بينظم قانون الحقيقة او الثقة في الاقراض المعلومات اللي بيجب ان يقدمها الدائنون اللي بيرغبوا في تقديم الاعتمان للمستهلكين بيحذر قانون تكافؤ الفرص الاعتمانية على الدائنين التمييز ضد المستهلكين على اساس عضويتهم في فئات محمية معينة او عضويتهم في احد الجمعيات او المؤسسات المعينة الحقيقة اول حاجة عندنا Trust in Lending Act الثقة او الحقيقة في قانون الاقراض الكونجرس بصد Trust in Lending اصدر الكونجرس قانون الثقة في الاقراض ده options available to them اصدر الكونجرس قانون الثقة في الاقراض ده في عام 68 لمساعدة المستهلكين على انهم يتفهموا ويقرنوا بين خيارات الاعتمان المختلفة اللي بتكون متاحة لديهم في ذلك والحقيقة ان قانون الثقة في الاقراض ده only applies to consumer credit transactions and leasing بينطبق هذا القانون فقط على معاملات الاعتمان الاستهلاكي وعلى التأجير The law does not apply in commercial credit transactions ولا ينطبق هذا القانون اللي هو قانون الثقة في الاقراض او الحقيقة في الاقراض على المعاملات الاعتمانية التجارية بالتالي فهذا القانون applies to all real estate transactions and consumer credit transactions وبالتالي بينطبق هذا القانون على جميع المعاملات العقارية ومعاملات الاعتمان الاستهلاكي اللي بتبلغ قيمتها 25 الف دولار او اقل كمان بينطبق القانون على المعاملات الاعتمانية اللي بتنطوي على رسوم تمويل او عندما يتضمن صداد القرد مثلا اربع اقصات او اكثر الحقيقة هذا القانون ايضا also regulates credit cards بينظم هذا القانون ايضا او بيقوم بتنظيم بطاقات الاعتمان وبيمنع القانون شركات بطاقات الاعتمان دي ان هي تصدر بطاقات اعتمان الا unless they were requested by the consumer بيمنع القانون شركات بطاقات الاعتمان ان هي تصدر بطاقات الاعتمان دي exacting credit card account must be provided in writing to consumer الحاب يقول او معنى ذلك انه بيجب تقديم اي تغييرات في اسعار الفائدة او السياسات الخاصة بحسابات البطاقات الاعتمان الحالية دي يجب ان هي تقدم كتابيا الى المستهلكين اللي بيجب السماح لهم ان هما يلغوا بطاقات الاعتمان الخاصة بهم دي دون ان توقع عليهم اي عقوبة في ذلك كمان بيطلب من المستهلكين دفع اي رصيد مستحق حتى هذه النقطة ولا يمكن اكبرهم على قبول الشروط المعدلة على قبول الشروط المعدلة قانون الثقة في الاقراض او قانون الحقيقة في الاقراض ده requires 13 بيتطلب هذا القانون تقديم افساحات معينة لمقدم الطلبات for credit للحصول على الاعتمان وهذه الافصاحات بتشتمل minimum rate of repayment بتشتمل على او بتتطلب اول حاجة عندنا الحد الادنى لمعدل السداد والبيلينج period اللي هي فترة الفاتورة وكمان عندنا الانترست rate in the form of unusual percentage rate سعر الفائدة على شكل معدل النسبة السنوية والتيبس of interest نوع الفائدة ايضا وكمان عندنا اخر حاجة surface charges and fees and prepayment penalties اللي هي رسوم الخدمة وغرامات الدفع المسبق الحقيقة ان لابد ان تكون جميع الافصاحات دي must be in ordinary language يجب ان تكون جميع هذه الافصاحات باللغة العادية اللي بتكون لغة منطقية بالنسبة للعميل العادي ويجب ان الافصاحات ايضا must also be clear يجب ان هي تكون ايضا هذه الافصاحات افصاحات واضحة وده بيعني meaning that the terms cannot be paid in a contract to hire them from consumers وده بيعني انه لا يمكن ان يتم دفن هذه الشروط في عقد لاخفاءها عن المستهلكين بعد كده عندنا equal credit opportunity act اللي هو قانون تكافئ الفرص الاقتمانية نيجي بقى للقانون التاني اللي هو equal credit opportunity act اللي هو قانون تكافئ الفرص الاقتمانية والحان الكونجرس بسط اصدر الكونجرس قانون تكافئ الفرص الاقتمانية اصدره في عام 1975 بهدف protect consumers discrimination when applying for credit اصدر الكونجرس الامريكي قانون تكافئ الفرص الاقتمانية في عام 1975 بهدف حماية المستهلكين من التمييز عند التقدم للحصول على الاقتمان والحان هذا القانون والحان القانون ده بيحذر على الدائنين ان هما يميزوا او بيحذر التمييز ضد الدائنين على اساس race او color او national origin اللي هو الاصل الوطني او regulation اللي هو الدين او gender الجنس او age العمر الحالة الاجتماعية او welfare الوضع الاجتماعي البربس من هذا القانون الغرض من هذا القانون بيتمثل to require creditors to consider only those characteristics of an application related credit worth worth ness الغرض من هذا القانون بيتمثل في مطالبة الدائنين ان هما ينظروا فقط في خصائص مقدم الطلب اللي بتتعلق بالجدارة الاقتبانية بدلا من ان هما ينظروا في الوضع الاجتماعي او الامور النمطية لذلك therefore لا يجوز للدائنين ان هما يأخذوا في الاعتبار لا يجوز لهم ان هما يأخذوا في الاعتبار الميرشيل او الويلفير استيشوز الحالة الاجتماعية او الوضع الاجتماعي لمقدم الطلب الا اللهم الا بقدر ارتباطها بالجدارة الاقتمانية لمقدم هذا الطلب for example على سبيل المثال بتعد الاصول والديون الزوجية لمقدم الطلب من العوامل اه ذات الصلة عند تحديد مقدار الاعتمان اه ان وجد واللي بينبغي تقديمه لمقدم اه الطلب اه ومع ذلك ومع ذلك فان رفض اه او منح الاعتمان على اساس الحالة الاجتماعية ده اه او الرعاية الاجتماعية هو فقط بيعد امر اه الليجل غير قانوني اه قانون تكافئ الفرص الاعتمانية ده اه الحقيقة اه ان هما يقدموا اسباب محددة لرفض الاعتمان لمقدم الطلبات وده بيسمح لمقدم الطلبات ان هما يحددوا ما اذا كان الرفض لاسباب تمييزية اه او اه باعتباره كزريعة لاخفاء السبب التمييزي في اه انتهاك اه القانون اه الادبتور اه 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 الحقيقة ان المدين ده بيعد هو الشخص اللي بيدين بالتزام تجاه فرد او تجاه شركة اخرى اه 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 المستهلكون 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 وكمان بتصدر أو بيتم إذار قوانين حماية المستهلك بهدف حماية أو توفير حماية للمستهلكين من السلع المعيبة والسلع القطرة بتركز قوانين حماية المستهلك على ضمان عدم استغلال الشركات للمستهلكين الأفراد يبقى قوانين حماية المستهلك دي بتركز أساسا على ضمان عدم استغلال الشركات للمستهلكين الأفراد يبقى ده تعريف قانون الحقيقة هذا القانون أيضا بيقوم بتنظيم بطاقات الاقتمان وبيمنع القانون شركات بطاقات الاقتمان دي أن هي تصدر بطاقات الاقتمان إلا unless they were requested by the consumer بيمنع القانون شركات بطاقات الاقتمان أن هي تصدر بطاقات الاقتمان دي إلا إذا طلبها المستهلك إلا إذا طلبها المستهلك Any changes to interest rates or places to exacting credit card accounts must be provided in writing to consumer الحقيقة بيقول أو معنى ذلك أنه بيجب تقديم أي تغييرات في أسعار الفائدة أو السياسات الخاصة بحسابات البطاقات الاقتمان الحالية دي يجب أن هي تقدم كتابيا إلى المستهلكين اللي بيجب السماح لهم أن هم يلغوا بطاقات الاقتمان الخاصة بهم دون أن توقع عليهم أي عقوبة في ذلك كمان بيطلب من المستهلكين دفع أي رصيد مستحق حتى هذه النقطة ولا يمكن إكبرهم على قبول الشروط المعدلة على قبول الشروط المعدلة قانون الثقة في الإقراض أو قانون الحقيقة في الإقراض لمعدل السداد والبيلينج بيريد اللي هي فترة الفاتورة وكمان عندنا الانترست rate سعر الفائدة على شكل معدل النسبة السنوية والتيبس أوف انترست نوع الفائدة أيضا وكمان عندنا آخر حاجة السيرفيس تشيرجس أند فيس أند بريبيمينتز بنالتز اللي هي رسوم الخدمة وغرامات الدفع المسبق بعد كده عندنا تالت حاجة اللي هي التحويلات المالية الإلكترونية قانون التحويلات أو تحويل الأموال الإلكترونية ده زي Electronic Found Transfer Act أصدره الكونغرس في عام 1978 بهدف To protect consumers from un-searchized electronic found transfers from their account أصدر الكونغرس قانون تحويل الأموال الإلكتروني ده بهدف أن يوفر حماية للمستهلكين من التحويلات الأموال غير الإلكترونية المصرح بها من حساباتهم والحقيقة أن رابطة التجارة أو قانون تحويل الأموال الإلكتروني ده applies to electronic direct debositis and withdrawals بينطبق على عمليات الإداء وعلى السحب الإلكتروني المباشرة وكمان بينطبق على أجهزة الصراف الآلي ومعاملات نقاط البيع مع التجار قانون تحويل الأموال الإلكتروني ده requires banks to invest stage errors and reported through you and to correct and errors بتطلب قانون تحويل الأموال الإلكتروني ده من البنوك إن هي تتحقق من الأخطاء أو تحقق في الأخطاء وإن هي تبلغ عن حالات الاحتيال على الفور وكمان تصحح أي أخطاء خلال يوم one business day خلال يوم واحد من العمل يوم عمل واحد وبالتالي consumers liability بتقتصر مسؤولية المستهلك عن التحويلات غير المصرح بها على 50 دولاراً أو مبلغ التحويل أي يوم أقل للتحويلات اللي بتتتم قبل اختار المستهلك البنك بالاستخدام غير المصرح به بعد بقى قيام العميل بعد قيام العميل باختار البنك بعد قيام العميل باختار after the consumer notifies bank بعد قيام العميل باختار البنك لا يكون العميل أو المستهلك مسؤول عن أي تحويلات إضافية غير مصرح بها the consumer is not libel for any additional and outsourcised transfers ومع ذلك however إذا فشل المستهلك في اختار البنك خلال يومي عمل من التحويل غير المصرح به فإن مسؤولية المستهلك هنا بترتفع إلى 500 دولار بعد كده التحويل غير المصرح به مسبقاً ده هو is an electronic found transfer هو بمسابة تحويل إلكتروني للأموال مصرح به مسبقاً للتكرار على فترات منتظمة for examples مثلاً على سبيل المثال consumer surcised here monthly بيسمح للمستهلك بسحب دفع الرهن العقاري الشهري تلقائياً من حسابه المصرفي في أول banking account on the first of every month بيسمح له أنه هو يسحب دفع الرهن العقاري الشهري تلقائياً من حسابه المصرفي في أول كل شهر لذلك بتتطلب التحويلات المصرح بها مسبقاً من البنوك القيام بعدة خطوات require bank is due أول حاجة receive written instructions from consumer about the timing إن هي أول حاجة تلقي تعليمات كتابية من العميل حول توقيت ومبلغ ومدة التحويلات تاني حاجة allow the consumer to stop payment up to three business days before consumer بتسمح للمستهلك إن هو يوقف أو بإيقاف الدفع لمدة تصل لثلاثة أيام عمل قبل تاريخ التحويل المقرر adapter is someone who pays an obligations to another individual or business الحقيقة إن المدين ده بيعد هو الشخص اللي بيدين بالتزام تجاه فرد أو تجاه شركة أخرى especially the obligations to pay money وخصوصاً أو على وجه الخصوص الالتزام بدفع المال consumers become debitors when they owe a business money for the purchase price of goods and services يصبح المستهلكين دول مدينين عندما يدانون بأموال تجارية مقابل سعر شراء السلع والخدمات وإذا قام المستهلكون إذا قام المستهلكون دولار بدفع السعر الشراء وقت هذه المعاملة أو بعد ذلك بوقت قصير فبالتالي هتكون المعاملة دية معاملة مكتملة وتم اكتمالها إلا إنه مع ذلك إذا لم يدفع المستهلك إذا لم يدفع المستهلك على الفور تمن السلع والخدمات دي ولكنه استلمها بيصبح المستهلك في الحالة دي مدين بموجب أو وفقا لقوانين under the consumer protection laws بموجب قوانين حماية المستهلك الـ consumer protection laws that protect inhibitors generally fall into five categories الحالة لأن قوانين حماية المستهلك اللي بتحمل مدينين عموما دي بيمكن إن هي تنقسم إلى خمسة أقسام أول حاجة اللي هو obtaining credit أو الحصول على الاهتمان تاني حاجة reporting credit information الإبلاغ عن المعلومات الاهتمانية كمان عندنا electronic found transfers اللي هي التحولات المالية الإلكترونية وبعد كده عندنا dentite saved end اللي هي سرقة الهوية والdebit collections اللي هي تحصيل الديون يبقى عندنا قوانين حماية المستهلك بتقسم أو اللي بتحمل مدينين بتنقسم هذه القوانين إلى خمس فئات اللي هي الحصول على الاهتمان والابلاق على المعلومات الاهتمانية والتحولات المالية الإلكترونية وسرقة الهوية وتحصيل الديون إذا كان المستهلك بقى ضحية للسرقة الهوية دي فيمكنه أنه يرسل تنبيه الاهتيال ده إلى مكاتب الاهتمان ليتم تضمينه في تقرير الاهتمان الخاص به وبيتطلب تنبيه الاهتيال من الشركات دي أنه تتحقق من هوية مقدم الطلب للحصول على الاهتمان قبل تقديم أي ائتمان له بعد كده عندنا الديبت كليكشنز اللي هو تحصيل الديون الحالة أنه يجوز للشركات أنه هي اللي بتدين بأموال من المدينين أنه هي تطلب حكماً من المحكمة أنه هي تطلب حكماً من من قاضي المحكمة لتحصيل الديون يبقى بعد كده عندنا الديبت كليكشن ده اللي هو تحصيل الديون والحالة أنه يجوز للشركات اللي بتدين بأموال من المدينين أنه هي تطلب حكماً من المحكمة حكماً من المحكمة لتحصيل الديون مع ذلك فإن العملية القضائية دي غالباً ما تكون أنه هي عملية مكلفة وتستغرق وقت طويل ومنتيجة لذلك فبتفضل العديد من الشركات أنه هي تحصل الديون بعيداً عن نظام المحاكمة ونتيجة لمنع الممارسات التعصفية من قبل محصل الديون فإن الكونجرس الأمريكي أصدر قانون بيسمى قانون ممارسات تحصيل الديون العدلة في عام 1978 وبموجب هذا القانون بيجب على محصل الديون في خلال خمسة أيام من الاتصال بالمدين أنه يرسل إشعار كتابي له يحتوي على within five days of contacting a debitor send a written notice containing أول حاجة الحقيقة هذا القانون أيضاً also regulates credit cards بينظم هذا القانون أيضاً أو بيقوم بتنظيم بطاقات الاقتمان وبيمنع القانون شركات بطاقات الاقتمان دي إن هي تصدر بطاقات الاقتمان إلا unless they were requested by the consumer بيمنع القانون شركات بطاقات الاقتمان إلا إذا طلبها المستهلك إلا إذا طلبها المستهلك الحاب يقول أو معنى ذلك أنه بيجب تقديم أي تغييرات في أسعار الفائدة أو السياسات الخاصة بحسابات البطاقات الاعتمان الحالية دي يجب أن هي تقدم كتابيا إلى المستهلكين اللي بيجب السماح لهم أن هم يلغوا بطاقات الاعتمان الخاصة بهم دي دون أن توقع عليهم أي عقوبة في ذلك كمان بيطلب من المستهلكين دفع أي رصيد مستحق حتى هذه النقطة ولا يمكن إكبرهم على قبول الشروط المعدلة على قبول الشروط المعدلة قانون الثقة في الإقراض أو قانون الحقيقة في الإقراض ده requires 13 بيتطلب هذا القانون تقديم إفصاحات معينة لمقدم الطلبات for credit للحصول على الاعتمان وهذه الإفصاحات بتجتمل minimum rate of repayment بتجتمل على أو بتتطلب أول حاجة عندنا الحد الأدنى لمعدل السداد والبيلينج اللي هي فترة الفطورة وكمان من المحظورات أيضا على محصلي الديون use a false name إن هما يستخدموا اسم وهمي أو اسم مستعار كمان make any false إن هما يدلوا بأي بيانات كاذبة أو خادعة أو مضللة تسعة إن هما contact family إن هما يتصلوا بأهل المدين أو معارفه أكتر من مرة أو لأي سبب آخر غير تحديد مكان المدين بعد كده عشرة إخبار أهل المدين ومعارفه بأنه مدين إخبار تيل family إخبار أهل المدين ومعارفه إنه هو مدين 11 publish the debitor's name and address on a bad debit من المحذورات أيضا إنه يتم نشر اسم المدين وعنوانه في قامة الديون المعدومة على الإنترنت أو في الصحف 12 collect charge in addition to the debit unless permitted by state law or contact signated by the debitor إنه يتم تحصيل الرسوم بالإضافة إلى الدين بالإضافة إلى الدين ما لم يسمح بذلك قانون الدولة أو العقد الموقع من المدين أما feeling a collection action in court doesn't violate any of this role أما رفع دعوة تحصيل في المحكمة فإنه لا يخالف أي من هذه القواعد المحور الرابع بعد كده في محضرتنا النهاردة اللي هو ال enforcement اللي هو التنفيذ الحق أن الكونجرس قام بتفويت كل من trade commission لجنة التجارة الفيدرالية ومكتب الحماية المالية للمستهلك بتطبيق في تطبيق القوانين الفيدرالية الأولية لحماية المستهلك ومع ذلك بتحتوي العديد من القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات دي على أحكام لحماية المستهلكين نتيجة لذلك as a result بيوجد العديد من الوكالات الفيدرالية وحكومات الولايات اللي لديها لوائح ونظم بتتعلق بحماية المستهلك كمان consumer financial protection بيريو أنشأ الكونجرس مكتب بيسمى مكتب الحماية المالية للمستهلك ده في عام 2010 ليمثل ويكون نقطة اتصال واحدة للمستهلكين اللي بيسعوا للحصول على الحماية المالية لهم وبيهدف مكتب الحماية ده إلى توحيد جهود الانفاز وجعلها أكثر اتصاقا مما كانت عليه عندما تم تقاسمها بين الوكالات لذلك بيمكن القول أن مكتب الحماية المالية للمستهلك ده بيكون هو المكتب المخول بانفاز قوانين حماية المستهلك الفيدرالية اللي احنا نقشناها في هذا المحاضر في الختام عندنا بعض الأفكار الختامية اللي لابد إن حضراتكم تكونوا فهمتوها إن الكونسيومر بروتوكشن لوز دي قوانين حماية المستهلك دي هي هدفها الأساسي هدفها هو حماية المستهلكين من الممارسات التجارية غير الأخلاقية وغير العادلة وهذه القوانين هي قوانين واسعة النطاق بتبدأ من أو بدءا من الإعلان والتصويق وحد سحب المنتجات الخطرة اللي بيتم تسلمها مع التطور المستمر للمعاملات الالكترونيك ترانسكيشنز والبانكينج مع التطور المستمر في المعاملات الإلكترونية والخدامات المصرفية الكونسيومر لوو سوف تتحرك للمعاملات الإلكترونية والخدامات المصرفية قانون حماية المستهلك هيستمر في التطور بهدف معالجة المجالات الجديدة واللي بيثير أو تسير بشأنها القلق أثناء تطورها بكده بنكون وصلنا لنهاية محاضرتنا النهاردة وتكلمنا فيها عن موضوع مهم جدا وهو الكونسيومر لوو قانون حماية المستهلك تحدثنا فيها عن الديفينيشن أو الانترودكشن توب كونسيومر لوو والبروتكتينج تو البروتكتينج زا بيرتشيزرز حماية المشتري وبروتكتينج زا ديبوتورت حماية المدين وعرفنا كيف يتم انفاذ أو الانفورسمنت تو كونسيومر لوو كيف يتم انفاذ هذه القوانين وآخر حاجة أو الأفكار الختمية بتمنى أن حضراتكم تكونوا استفدتم من محاضرة النهاردة وبتمنى لحضراتكم كل التوفيق باستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا